السلام عليكم واهلا بكم معي في وصفة جديدة وهي كيكل شاي النهاردة هنعمل مع بعض كيكل شاي بطريقة حلوة وبسيطة وزي ما انتو شايفين اهيت يلا نروح مع بعض نشوف المقدير بتاعتي معي كوباية سكر بدرة كوباية لربع لبن ثلاث مالك كبار زبادي معلقة كبيرة خل بتين كوبايتين وربع دقيق فانيليا كوباية الى ربع زيت والبيكنج بقى دور معلقة ونص والملح دي الصينية اللي انا هستعملها بطنتها بمسحة من الزيت بالفرشة كده وبعدين رشيت عليها دقيق هجيب بقى المضرب بتاعي تقدر تعمليها في الخلاط تقدر تعمليها بالمضرب اللي هو اليدوي او في العجان بالتاعتك اي حاجة ممكن تستعمليها يعني مفيش حاجة مش مقيدين بحاجة واحدة اول حاجة هحطها هو البيت وبعدين هحط كمان السكر البودرة كوباية السكر البودرة هتطلع لي الكيك السكر بتاعه متوسط يعني هو ولا مسكرة قوي ولا دلعة متوسط انت لو عايزها السكر باين فيها ممكن تحطي كوباية وربع بس انا بحب السكر قليل شوية فحطيت كوباية واحدة بس هاخد هضرب بس اول ما حطيت السكر بضرب بالروحة عشان السكر ما يعفرش الدنيا اول ما حس ان السكر داب هحط معلقة الخل دي معلقة خل كبيرة الخل بيعمل ايه؟ بيغطي الزفارة بتاعة البيت كده انا حطيت معلقة الخل وعليت سرعة المضرب بتاعي وعسيبه يتضرب بس شوية هيتضرب لحد ما حسن السكر هاش كده مع البيت هنا عليت السرعة كمان انت زي ما قلتلك تقدر تشتغلي بالمضرب اليدة والعيدية تطلع برضو معيك النتيجة حلوة قوي كده انا هحط الاول حاجة نزلت بيها هي اللبن وهحط مرقتين كبار من الزبادي وهحط الزيت وهحط كمان عصير لمونة الخل مع عصير اللمون بيخلي الكيك طالع معي ابيض وحلوة قوي فيه اوقات بنشتكي ان الكيك الشاي بالاخص بيطلع غامق بيطلع بني بيبقى مستوي من تحت كده بغمقان ومن فوق فاتح انما لما بنحط الخل مع عصير اللمون بيدي نتيجة حلوة قوي زي ما هتشوفوها معي في اخر الفيديو وهحط الفانيليا انا حطيت اربع كياس من الفانيليا انا بحب اكتر فانيليا في الوصفة في اي وصفة فيها بيت بكتر فيها فانيليا بس وكده حطيت الحاجات اللي انا قلت لكم عليها بس تضرب شوية وبس انا Оقفت كده المضرب هشيل بقى كل الهاجات داية عشان هضرب هحط الدقيق والكونات الجفا بضربها باليدي كده الخليط اهوت هاجيب بقى الدقيق اه ملحوظة عايزة اقولها ان احنا اي كيكا نعمله لازم ننخل الدقيق كده الدقيق انا مش هحطة عليه اي حاجه كده ببتدي احط المعلقة ونص من البيكينج بودر. مش هحط الملح دلوقتي لان لو حطيت الملح وجيت انخل المكونات بتاعتي هيعلق في المنخل ومش هينزل. فانا بعمل ايه بجيب المنخل بتاعي وهنخل على على البولة على طول. عشان ما فيش حاجة تعلق معي. انا بس بنخله عشان يدي هشاشة للكيك. يعني ممكن تنخليه مرة او اتنين. كل ما هتنخليه كل ما هيدي هشاشة للكيك اكتر. بص هو ما نزلش اي حاجة. انا بس بدخل هوا في الدقيق وانا برخل. وهبتدي احط زرة الملح بتاعتي على الدقيق. عشان لو زي ما قلتلكم لو حطيته في المنخل هيعلق. بس وهقلب الخليط ده كله. بمعلقة بقى بمضرب سلك يدوي لو هتعملي بال بالمضرب الكهرباء وقلبتي كله على بعضه اي حاجة متاحة عندك ممكن تشتغلي بيها. وهقلب كويس لحد ما حس ان التكتلات دي كلها راحت والخليط بتاعي بقى املس كده يعني مفهوش اي تكتلات. تقلبي بايديك بقى زي ما قلتلكم بالمضرب اليدوي اي حاجة عندك ممكن تقلبي بيها. هونتو شايفين الخليط هنا قليل عشان البولة عندي مشها الله كبيرة. بس وهبتدي اصب بالخليط كده. بصوا مشها الله يعني الخليط ناعم انا جبت المضرب اللي هو اليدوي وقلبت بيه. بس وهصب الخليط كله في الصنية. وهدخلها فرن مية وتمانين. حسب بقى الفرن بتاعتك هو اخد معي تقريبا اربعين دقيقة. لحد ما استوى. حطينا طبعا الخليط بعد ما حسيت انه هو استوى. لازم احط الخليط عشان اتأكد انه هو استوى كويس. ممكن بقى لو انت عايزة الكيك يملى القالب خالص. هنزود. مش هنزود. هنضاعف المقادير. انت لو عايزة عالي خالص كده عن الصنية هنضاعف المقادير. انا بكتفي بالالو ده. يبقى حلو قوي. اللي سليس منه بتطلع مزبوطة. القطعة بتطلع مزبوطة. بصوا جميل قوي. انا مش بحب اغمى الكيك اكتر من كده. ده بنسبالي حلو قوي. وانه هو مستوي من جوه. ونروح بقى نقطعه عشان نشرب مع الشاي. بصوا زي ما انتم شايفين كده الكيك من جوه ابيض قوي قوي. وكله آآ لون واحد من تحت مش غيمق زي آآ في ناس بتطلع معاهم كده. وصفة حلو قوي. آآ للفطار الصبح مع الشاي. دي كيكة الشاي. نعملها بقى كل يوم للولاد مرة في الاسبوع زي ما تحبوا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم ومع السلامة.